موسيقى اكسس على الهتش تيميل هتواجه الكلام ده كتير جدا لو بتشتغل في الشير بوينت والدوت نت والحاجات دي هتلاقي ان فيه عندك زرار انت مالكش اكسس عليه اصلا يعني مالكش على الهتش تيميل وهتواجه الكلام ده كتير جدا طيب على سبيل التحدي او على سبيل المثال انا هعمل لكم النص التحدي واقولك النص التاني بتعمل ازاي واسيبك تتمرن عليه الفروم ليفت الاولى دي كتكست ممكن انا استخدم الرب اتعلمناها في الجي جي كويري عشان احطها جوه سبان بالشكل ده واللي سبان الاولى ممكن انا احطها بالجي كويري بسهولة تامة تعمشي اللي سبان دي كلها اللي هي الفرس تترايل وهاجه اقوله في الجي كويري الباتونز افكت دي هنا الباتونز افكت هقوله .باتونز افكت باتون هخليه يبحس لي ايتش فانكشن عن كل باتون موجود عندي في الصفحة جوه الال지ب بتاعنا ده اللي هو اسمه باتونز افكت هاعمل فيهم ايه؟ هقوله истор زي س اللي هو الباتون بتاعي ده .بريبينت هعمل بريبينت هحط في الاول خالص حاجة ايه هي الحاجة دي سبان سلاش سبان فايباتون عندي جوه الڤيف الاسمه بهوتونز افكت ده هيحط لي فيه سبان سلاش سبان في الاول وهو اصلا في سبان ولا ما فيهوش تعالなんشوف هو فيه غير سبان واحدة هيحط لي قبلها واحدة تانية طيب تعالوا نشوف مع بعض ونشوف هل في حاجة بوزت هل في حاجة فيها مشكلة زي ما انتم شايفين حطي لي السبان الحمد لله من غير اي مشكلة لاحظ الفرق بين pre-bend وبين append ال pre-bend بيحط لك السبان في الاول ال append هتبوز لك الدنيا هتحط لك السبان في الاخر شوفوا معي شايفين بوزت الدنيا السبان بقت في الاخر وانت معتمد على هتشوف طبعا strange behavior غريبة جدا طيب الحل يا جماعة برضو اللي يخليك تبعد عن استخدام ال first child وال last child وتحدد class هو حاجة زي كده ممكن الجي كويري تتعطل وما تنشئ لكش العنصر او لاي سبب ان كان ال javascript تقف شوية تلاقي ان الشكل بازل ان انت معتمد على ال span دي فالافضل ان انا بدأ ال first child هحط لها class معين عشان لو ما لقاهاش او في مشكلة ما يروحش ينفذ اللي انا قلته ده على ال span اللي بعدها دي حاجة من الحاجات اللي لازم تعمل حسابك عليها وانت بتشترق طيب الحاجة الثانية اني انا عندي اتنين event هنا زي border lift ده بيعمل نفس بالزبط اللي بتعمله ال from lift فممكن اجمع الاثنين في واحد يعني زي ده from lift واعمل له كومة واجمع العنصرين احنا قلنا عبليك ان انت تقدر تستخدم multiple selectors في الجي كويري عادي ده selector وده selector واللي اتنين بيعملوا نفس الوظيفة خلاص ما بقاش ليه اي لازمة لان ال border lift وال from lift بيعملوا نفس الحاجة بالزبط فما عنديش مشكلة خالص reload وهلاقي الحمد لله كل الحاجة شغالة من غير اي مشكلة اخر حاجة عندي هتكون الزرار اللي هو from top زي التانين بالزبط بس هسميه هنا border top هعمل فيه كل اللي انا عملته بالزبط هناك وهتلاقي ان الحاجات القديمة اللي انت عملتها موفرة عليك وقت كتير ادي border from top وهاخد نفس اللي عملته في css هنا هشوف ايه هو حاجة عندي border lift وال border top وال border lift هنا عفوا وهنسخهم border lift ده وده نسختهم هنا هو ده هسميه border top border radius تاعته 0 background color ابيض اوكي ال color زي ما هو overflow visible خلاص يبقى هو هو بالزبط زيه زي border lift مفيش اختلاف فاروحوا اخدهم كده واعمل لهم group مع بعض عشان الاتنين بيشتركوا في نفس الخلاص تمام هل border lift يعني border top اللي هي span first child بتشترك مع border left span first child في حاجة تعالوا نشوف ال background واحدة اوكي width 0 لا width مش 0 width هيكون 3 pixel عشان انا هخليه عالشمال وينزل من فوق لتحت يعني ده بيعمل يا جماعة بيجي من الشمال ليمين ده انا عايزه يجي من فوق لتحت حل يبقى هما اقدر اقول لك هيشتركوا مع بعض في background اوكي width هيكون 3 pixel height هيكون 0 عشان هو height 0 وهيجي من فوق لحد 100% طيب position بقى هيكون فين هيكون lift 0 اوكي هل هو مشترك معاهم تعالوا نشوف مع بعض فوق هل هو كلهم lift 0 اه هما كلهم lift 0 فانا تمام اوي معي ان lift يكون 0 top هيكون 0 هو كمان زي الفل bottom بقى في حاجة في مشكلة في bottom انا مش عايز bottom في حاجة خالص انا عايز height 0 lift 0 top 0 عادي top 0 ليه عشان ال div او ال span تبدأ من فوق هنا من corner وتنزل لحد تحت والlift 0 اصلا by default في ال span بتاعتنا كلها اللي جوه البطون اهو عشان تشوف ومفيش حاجة لغبطك هنرجع ورا خالص هنلاقي ان ال span first tried lift بتاعتها 0 وال top كمان 0 يبقى انا كمان مش محتاج ال top هنا خلاص لان هي بينطبق عليها اللي انا عايزه كله اللي هو lift 0 وال top 0 ال background مش محتاج منها لون ممكن خلاص عادي تعمل لها مع ده في جروب واحد ممكن تخليها زي كده لا فيش مشكلة خالص تمام وممكن بالجيكويري اخد الكرار بتاع العنصر اخليها هو background واخلي الموضوع dynamic ورايح دماغي يبقى كل اللي انا عملته في الاسباني الجديدة دي حاجة واحدة اني خليت بدل height يعني مسا بدل height 3 بيكسل خليت width هو اللي 3 بيكسل وال height 0 عشان يبدأ زي ما قولنا من السفر ويكمل لحد اللي الحمد لله عملنا الفكرة وهاخد نسخة من from top ده او اجمعهم مع بعض بس الاول نجرب وهقوله هنا border dash top border top اهو تعال نشوف اسمه عشان نتأكد اسمه border top تمام هيعمل ايه border top ده هيدور على الاسبان ويخلي height بتاعها 100% بعد ما كان 0 هيوديه 100% طيب تعال نشوف reload هنا ايه اللي حصل طيب لاحظوا معايا حاجة يا جماعة ان border اللي انا عملته ده اللي هو من على الشمال داخل جوه الزرار وده برا انا عايز اطلع ده كمان برا فالمرة دي هخلي lift بتاعه المفروض المفروض ان lift يبقى زي دك يا شايفين ده مش ده سالب 3 يبقى انا عايز ده كمان lift بدل 0 يكون سالب 3 بي اكس عشان يطلع برا برا الزرار شايفين زي كده مايبقاش جوه وده نفس القصة وده اهو نفس القصة فيش اي مشكلة خالص ومدام الكود سليم هنروح نجمعهم مع بعض border top مع front top في نفس selector بالشكل ده لان الاتنين بيعملوا نفس الوظيفة وده ما بقاش لي لازمة الحمد لله عايز اقول لك حاجة مهمة جدا قبل ما نقفل دروس البوتنز افكت كل الحاجات دي ممكن تعملها بالcss لكن احنا بنطبق على جي كويري عشان عايزين نتعلمها ونحترفها ان شاء الله يبقى الموضوع بسيط وسهل وممكن سريعا سريعا نروح نحط الازرار دي تحت بعض عشان ما يكونوش بالشكل ده انا هعملهم بعد الفيديو بحيس يكون الازرار كلها تحت بعض ما يكونوش متماددين كده ويبقى الشكل زريف شوية عملنا الافكت وممكن ان انت تقدر تجرب ان تعمله من فوق هنا لتحت او العكس من تحت الفوق ونفس القصة هنا وهنا وجرب وتعلم عشان تعمل افكار جديدة يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكو انا عايز اقول اني ما عملتش حاجة جديدة غير الدلوس اللي فاتت وشوية بس حاجات اضافية وازاي عملت بريبند لسبان في مكان معين وفاضل ليكو او فاضل تعمله التمرين اللي بيعمل راب للعنصر جوه سبان عشان خاطر ان الشخص اللي يديك بطن مفيهوش غير تيكست يقدر ينطبق عليه كل الكلام اللي احنا عملنا دا يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكو اشوفكم ان شاء الله في درس جديد وشكرا